بسم الله الرحمن الرحيم سوف ندعو بتصحيح بعض الامتحانات الوطنية سوف ندعو اليوم بالامتحان تاع السنة الماضية الدورة العادية والمدعو الخقراء الميكانيكي في السنة الماضية من نسبة الميكانيك كانوا جزء الأجزاء المستقلة الجزء الأول يتعلق بالتحليل الكهربائي والجزء الثاني يتعلق بدراسات محلول مائي لحمض البنزويك بقياس الموصلية نبدأ بالفقرة الأولى التحليل الكهربائي ننجز التحليل الكهربائي محلول مائي لإيودور الزنكس سوف نستعمل إلكترودين من الغرافيت دائما نشاهده إذن A هو هذا إلكترود الأول إلكترود بين الغرافيت فنلاحظ تصعد غاز ثنائي اليود بجوار أحد إلكترودين وتوضع في الزنك على مستوى الإلكترود يمثل شكل جانبي تيبيانا تركيب جريب المستعمل لإنجاز هذا التحليل الكهربائي إذن بالنسبة للتحليل الكهربائي قبل أن نقرأ الأسئلة نحاول أن نبين على تيبيانا منحة شدة طيال الكهربائي ومنحة حاملة الشحنة وكتابة الأيونات المتوجدة داخل الأنبوب على شكل و تيبيان منحة كل الأيون إذن أعطنا المنحة شدة الطيال الكهربائي داخل تحلي الكهربائي هو المولد إذن المولد القطب الموجب هو هذا إذن شدة طيار منحة تخرج منها القطب الموجب و هذا المنحة تدمج الإلكترونات دائما نكتب المحلول المتوجد داخل القطب على الأنبوب على شكل U عندنا زاد أن دو بلس زوج إيموى إذن الذي لديه إشارة موجبه يتبع منحة تلك الطيال و الذي لديه إشارة سريبة إذن المحة تلك الطيال الكهربائي هو هذا هذا إذن هذا هو المحة تعمل منحة تدمج زاد أن دو بلس ومنحة تدمج إيموى اي بـ إيضا لعن الالكتروض بي زادان دو بلس جد يضع لعن الالكتروض بي ثم ندعح لمقرأ الأسئلة من نسبة لمعطيات المزدوجات المتدخلات الأزيادة في تحيل الكهربية هما زادان دو بلس زادان و و و ثابتة أف القيمة دينا معرفة الكتلة الموريين 13ZnC M زادان السؤال الأول من بي الإلكتروضين بي حدد الإلكتروض الذي يلعب دور الأنون إذن السؤال بسيط جداً مع التعليل إذا الإلكتروض الذي يلعب دور الأنود مباشرةً هو الإلكتروض المرتبط بالقطب الموجب ما يكون الإلكتروض المرتبط بالقطب الموجب هو الإلكتروض بي إذا الجواب يكون هكذا الإلكتروض بي هو الذي يلعب دور الأنود التعليل نصف الجواب لأنه مرتبط بالقطب الموجب مباشرة لأنه مرتبط بالقطب الموجب سؤال بسيط نمر الآن السؤال الثاني السؤال الثاني أكتب معادلة التفاعل الحاصلة عند كل الإلكتروض إلكتروض بي بتعبير الأنود والكاتود ثم المعادلة الحاصلة إذن نلاحظوا الآمين كان بين المنحنت عكل أي نلاحظوا أن زاد أندو بليس سيكون عند أ و إيموا سيكون عند بي إذن مباشرة إذا سنقل على مستوى الأنود و نقص بها الإلكتروض بي على مستوى الأنود لذي تسميته الإلكتروض بي المزدوج المتدخلة نكسبها إذن نلاحظوا بأن على المستوى الإلكتروض بي تحتوي على مستوى الانود والإختلال مستوى الكاتود نبدأ بالأيون بالعنصر الذي لديه في التحيل الكهربائي إذن بالنسبة لهنا كلاحظوا بأننا لدينا إيمواء إذن في هذه المزدوجة يجبني دائماً نبدأ بإيمواء بعدما تفعل ستعطينا إيدو ثم نوازن إذن لدينا زوج النزوج زي الدوزي الإلكترا صحيح إذن هذه عبارة على الاكسادة تحتوي على مستوى الانود نمشي على مستوى الكاتود 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 يعني يعني القطط نقيس coalition الانود والأكس بالنسبة له نقص الكاتود الثانية ونظرأ بأنه زاد ان دو بلس سألون الانود والأكس إذن لدينا زاد ان دو بلس زاد ان وهنا كنت نلاحظ بأنه زاد ان دو بلس وهو اللي لدينا في البداية في الكأس نريد المعادل ديرنا زاد ان دو بلس زاد ان دو بلس بلس دوز إليكترا مباشرة تعطي لنا زاد ان ودائما ساهمين في نصف المعادلة بالنسبة للمعادلة الحاصلة نلاحظوا بأن عدد الإلكترات متوازينة إذن يتم جمع فقط المزدوجة المعادلة التي نطرفها من الطرف إذن 2i-AQ زائد Zn2-AQ ولاحظوا مزيان ساهم واحد بالنسبة لتفاعل تحيل كاربائي تفاعل كل I2 سيتان غاز Zn2-AQ سؤال بسيط نمشي إلى السؤال الثالث السؤال الثالث في الحساب خلال إنجاز التحليل الكهربائي لمدة زمنية دلتطي يمر في الضارة الكهربائي شدته E5-AQ فتتوضع على أحد الإلكتراضين طبقة من فليز الزنك وثلاثها أم تساوي حدد المدة دلتطي بالدقيقة إذن هذه المعلومة تتوضع على أحد الإلكتراضين إذن أحد الإلكتراضين بالنسبة لأننا عرفنا Zn2-AQ يعني الإلكتراض تتوضع كتلة من الفليز إذن سنجاوب على هذا السؤال هذا نمشي فقط لنصف المعادلة التي تهمنا إذن هنا كنهضر على الزنك إذن نصف المعادلة منتبطة بالزنك هي Zn2-AQ مباشرة نكتب العلاقة الموجودة ما بين فليز الزنك وليس أيون الزنك ما بين كمية المادة فليز الزنك اللي يزاد N على الصلبة وليس الأيون وكمية مادة الإلكتراض إذن نأخذ بعين الاعتبار بما أن التفاعل كلين نأخذ بعين الاعتبار فقط لمعاملة التنسبية إذن سنجاوب ونقول N تعزاد N نقص على واحد المعاملة تعزاد N يساوي واحد تساوي N تع E- نقص على زوش ثم الآن نعود بالعلاقة إذن في المعطية تكين الكتلة إذن N تعزاد N تساوي M تعزاد N نقص على الكتلة المعالية تساوي N E- نقص على على زوش لكي نحدد كم يتمدل الإلكتراض الإلكتراض لدينا علاقتين تعبد الدرس فقط نوجد علاقات لدينا Q تساوي E فو دلتا T و لدينا كذلك Q تساوي N تعزاد N مضربة F يعني بحل هذه العلاقة تساوي هذه العلاقة يعني بحل لدينا E دلتا T تساوي N E- مضربة F يعني كمية مادة الإلكتراض تساوي E فو دلتا T نقصها على F نعود هذه العلاقة نعود هذه العلاقة في العلاقة السابق فنحصل على ما يلي تساوي إذن لدينا M تعزاد N 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 تساوي إذن كمية مادة الإلكتراض لدينا العلاقة هي E فو دلتا T نقصها على F و لا ننسوش المعامل إذن من هنا يمكننا نخرج الآن التعبير انتهاء دلتا T إذن اللي كان يستطع أنه يخرج التعبير منها مباشرة لما يستطع هي جزاء الوساطين في جزاء الطرفين إذن جزاء الوساطين في جزاء الطرفين تعطينا زوج F M Zn تساوي E في دلتا T في الكتلة المولية تعزاد N أو بتعبير آخر نحن نبحث عن دلتا T إذن دلتا T هي زوج F في كتلة في كتلة تعزاد N كتلة تعزاد N كتلة العادية مقسوم على E في الكتلة المولية لزاد N إذن هذه الكتلة وهذه الكتلة المولية تطبيق عادة تطبيق عادة تطبيق عادة كذلك مهم دلتا T تساوي زوج مضروبة F 9.65 عشرة أسرابعة مضروبة في الام تعزاد N تطبيق عادة تطبيق عادة 1.6 مقسوم على شدة طيار 3.5 عام حولة مضروبة في كتلة المولية تعزاد N 65.4 تطبيق عادة تطبيق عادة 1.4 9.4 اطريق 3.4 تطبيق عادة 5.45 مقسم إلى 60 نحصل إلى 157.4 دقيق. ان هذا الجزء الاول من الكيميا.